اليوم تحدث جيش الاحتلال عن استهداف أربعمائة هدف أدت إلى سبع وأربعين مجزرة وأودت بحياتي سبعمائة شخص معظمهم من الأففال والنساء هذا الكم الكبير من الضربات في يوم واحد كيف يمكن قراءته؟ يعني بداية ما يحدث في غزة إجمالا هو محاولة لكسر إرادة المقاومة الفلسطينية في محاولة للقضاء على قطاع غزة إجمالا هم يريدون أن يطيحوا بغزة من المعادلة القائمة الآن هم يحاولون أن يقضوا على المقاومة التي وجهت لهم لطمات أحدثة إرباك في المعادلة الصفرية التي كانت قائمة فيما يرتبط بالقضية الفلسطينية هذه اللطمة القوية أحدثت إرباكا في السياسة الإسرائيلية أحدثت صدمة مدوية في داخل الإدارة الأمريكية وكذلك الدوائر المرتبطة بها من التوابع في الاتحاد الأوروبي ونحن ننظر إلى أن قادة أوروبا يحجون الآن إلى تل أبيب مثل ما فعلوا مع كييف وكأن القضية واحدة ما حدث من تطورات ميدانية تعملوا مع تل أبيب على أنها كييف وتعملوا مع القضية الفلسطينية على أن إسرائيل دولة مظلومة ودولة تم الاعتداء عليها في السابع من أكتوبر وكأن السابع من أكتوبر هو بداية القضية وبداية الأزمة وكأن 75 عاما مضت مليئة بالمجازر مليئة بالنقاط السوداء مليئة بالإجرام الإسرائيلي وهذه الجرائم للمحتلة التي ملأ بها الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس في جينين في غزة في الضفة الغربية في كل هذه البلدان الفلسطينية المحتلة لم يأبه الاحتلال الإسرائيلي بأي أحد لم يأبه بمستشفى ولم يأبه بكنيسة ولم يأبه بمسجد ولم يأبه حتى بالملاجئ والمدارس التابعة للأنورة التي من المفترض أنها تمتلك حصانة أممية هذه الجرائم البشعة التي ارتكبتها إسرائيل على مرأة ومسمع من العالم ولازالت ترتكبها هي ليست غصة في الحلق بل نقطة شديدة السواد في جبين كل المجتمع الدولي الذي لدال حتى اللحظة غير قادر على مواجهة نفسه بالحديث على أن هناك إشكالية حقيقية وأزمة تطهير عرقي تمارس ضد قطاع غزة ونحن نتحدث عن اتنين ونصف مليون يعيشون داخل قطاع غزة تم تهجير واحد واربعة من عشر مليون مواطن منهم نحن نتحدث عن آلاف من البمانية التي تم هدمها على رؤوس قاطنية وحتى اللحظة ربما هناك أحياء تحت هذا الركام يعني ليس فقط استهداف للمواطن الفلسطيني بطبيعة الحال بصاروخ أو أن يموت غدرا بشكل مباشر بل أن أتصور أن هناك أحياء تحت ركام مئات العمائر التي تم هدمها ترجمة نانسي قنقر